15 سنة مضت على احتلاله ولا يزال العراق ساحة للصراع ورهين نفوذ دولين اشتركت أو دعمت غزوة وتتقاتل فيما بينها حاليا لاقتسام موارده والسيطرة على الحكومات فيه أحدث هذه الاتهامات جاءت على لسان سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هيلي التي أشارت إلى أن القائد في الحرس الإيراني قاسم سليماني يعمل على التأثير في تركيبة الحكومة في العراق بما يخدم مصالح النظام في طهران سليماني في العراق منذ الانتخابات النيابية في آيار الماضي ولدينا معلومات موثقة أكدها تقرير الأمين العام للؤون المتحدة تفيد بأن سليماني خرق قرار منع سفره واتخذ من العراق مقرا له ولنكن صريحين بنواياه فهو ليس موجودا لبناء حكومة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب العراقي وإنما لتكون تحت سيطرة النظام الإيراني تصريحات تؤكد أن إيران تحولت للاعب رئيسي يتحكم بالمشهد السياسي والاقتصادي للعراق تراجع لحساب دور أمريكا وبريطانيا حيث يكشف النائب عن تحالف سائرون حمد الله الركابي عن اجتماع جمع الصفيرين البريطاني والإيراني لدى العراق لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة فيه بالتوازي مع ذلك تصف صحيفة العرب الأسبوعية حال ما يجري في العراق بالمخجل للمبادئ الديمقراطية وخصوصا في الطريقة التي اختار فيها رئيس برلمانه محمد الحلبوسي حيث جهدت إيران بحسب الصحيفة لضمان أن يكون البرلمان بالعراق مؤيدا لها بنسبة مئة في المئة وبالفعل حصلت على ما تريد في حين أن الولايات المتحدة وبقية العالم بقي متفرجا على ما يجري وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا حتى الآن لإيران في العراق سوى عمليات احتواء حتى أنها سارعت لتهنئة الحلبوسي وهي تعلم تماما ولاءه لإيران ويبقى السؤال الأكثر إلحاحا عن من يحكم العراق فعليا إيران أم بريطانيا أو واشنطن أم الحكومة فيه التي يرى العراقيون أنها تركت الأمور تصل لهذه الدرجة الفجة من الهيمنة الإيرانية وأغرقتهم بالمقابل بأزمات جمى جعلتهم يعيشون في فقر مطقع بينما يتنعم سواءهم من الخارج بخيراته ترجمة نانسي قنقر